إلى ملف نقاش لنهري اليوم المتعلق دائما برئاسية 2024 إذن الصمت الانتخابي للمترشحين وسائل الإعلام إجباري لكن كيف تضبط مواقع التواصل الاجتماعي وضد كل من يعكر الصفوة واجواء يوم الاقتراع عقوبات تصل العشرين سنة سجن وغرمات مالية في حق المخالفين نقاط أخرى ونقشها مع ضيفي هنا في الستوديو سيد محمد حمدوش أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر الاثنين أهلا بك أستاذ وشكرا على قبول دعوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشكركم على الدعوة أولا وأتمنى أن نوفق في تحليل مختلف المواضيع المطروحة أمامنا شكرا مرحبا بك سيد حمدوش إذن بداية الصمت الانتخابي المقدر بـ 72 ساعة ثلاثة أيام قبيل يوم الاقتراع هناك فيه بعض الضواط بعض القوانين بعض الأمور الإجبارية بالنسبة للمترشحين ووسائل الإعلام وداعمي هؤلاء المترشحين يعني لو نعرج على هذه النقطة أولا انتهت المدة المخصصة للحملة الانتخابية حيث كان الحق لجميع المترشحين أن يطرحوا مختلف البرامج وأهم المحاور المتعلقة ببرنامجهم لخمس سنوات قادمة إذا تمكنوا من الوصول إلى كرسي الرئاسة بعد هذه المرحلة تأتي مرحلة الصمت الانتخابي وفي هذه المرحلة يجب المترشحين على التزام الصمت أي لا يقومون بأي عمل من شأنه الإشهار لأي برنامج مهما تكون صيفة أو الإشهار إلى الترشح أو دعوة المواطن إلى الانتخاب على مرشح معين من باقي المترشحين هذا من جانب من جانب ثاني تعتبر هذه المرحلة وكأنها مرحلة تفكير بالنسبة للمواطن ليختار من بين البرامج التي اقترحت عليه هنا بالنسبة للجزائر ما لا يمكن إغفاله أن هناك ثلاث مترشحين يمثلون قوى وفوائل سياسية قوية في الجزائر تمتاز بالندية إصحى التعبير المترشح الأول هو رئيس الجمهورية تسانده مجموعة من الفوائل السياسية قوية وهو مترشح حرق أنه تسانده ولم نقول أنه مرشحا كذا المرشح الثاني هو مرشح أكبر حزب إسلاموي في الجزائر حركة مجتمع السلم أما المرشح الثالث فهو مرشح أقدم حزب معارضة في الجزائر وهو جبهة القوى الاشتراكية هناك شكل من الندية وهذه القوى والفوائل السياسية تدرك تماما حقوقها وواجباتها وأعتقد أنها التزمت الصمت خلال هذه المرحلة لإدراكها أن العمل الذي يجب القيام به قد تم وقد تم إعلان هذه البرامج ووصلت مختلف البرامج ومختلف الصور المتعلقة بالحملة الانتخابية إلى المواطن والآن المواطن لديه كل المؤشرات والمعطيات التي تؤثر في عملية تصويته لمرشح معين الآن تبقى عملية واحدة التي يمكن القيام بها وهي حث المواطن على الذهاب إلى صنادق الاقتراع لأن هذه العملية تخص النسبة التي لها علاقة بمدى قوة التي سيحكم الجزائر في المستقبل نعم طيب خلينا نغوص ربما في نقطة مهمة خلال مرحلة الصمت الانتخابي وهي أن المترشحين وسائل الإعلام ممنوعة من بث أي ربما مادة إعلامية تتعلق ببرنامج مترشح على حساب مترشح آخر ولكن هناك أمور أخرى أصبحت لا يمكن تحكم فيها بموقع التواصل الاجتماعي يعني يمكن لصفحات مليونية في الجزائر أن تنشر مقاطع لمترشحين وتغيب مترشحين آخرين تدعم مترشحين وتطعن في مترشحين آخرين كيف يمكن ضبط هذه المواقع لأصبحت سريعة الانتشار وقليلة المراقبة أولا قبل أن نتحدث عن الآليات والقواعد اللازمة لضبط هذه المنصات نبدأ بالتسمية اسمها مواقع التواصل الاجتماعي أي أن هناك تفاعل بين أشخاص طبيعيين أشخاص عاديين لا يمثلون مسؤوليات ولا يمثلون أحزاب سياسية ولا يمثلون أي فوائل سياسية برغم القوة السياسية لهذه المواقع هنا نقف أمام حالتين الحالة الأولى التي تعبر عن حوار بين أفراد الشعب حتى ولو كان بين نشر وغيره وهنا القانون حتى في عملية الصمت الانتخابي لا يلزم مواطن في الحديث بالشأن السياسي والحديث عن مرشح أو تكلم عن مرشح آخر لكن يلزمه بشيء هو عدم الترويج لمترشح هذه النقطة الأولى إذا كانت هذه المواقع أو الصفحات نقطة ثانية إذا كانت هذه المواقع أو الصفحات هي مواقع ممولة مباشرة من مديري الحمالات الانتخابية في مختلف الولايات فهنا الأمر يختلف هنا يكون فيه كسر للصمت الانتخابي وأعتقد أن العقوبة إذا ثبت هذا الأمر العقوبة لا تختلف عن عقوبة القيام بأي عمل من شأنه يكسر الصمت الانتخابي في الواقع هذه النقطة الثانية النقطة الثالثة يعني الآليات الآليات سيد محمد حمدوش لو سمحت قبل ما روحوا الآليات وطريقة تطبيقها على أرض الميدان في الجزائر وعلى موقع التواصل الاجتماعي مشاهدين فاصلوا الإشاري ثم لا نعبدها مشاهدين أهلا بكم من جديد استكمال لبقية نقاشنا مع السيد محمد حمدوش توقفنا عند أن هناك موقع التواصل الاجتماعي هناك صفحات مليونية تقوم بربما الترويج لمترشح على حساب مترشح هناك بعض المتصفحين لهذه المواقع وبعض النشطين على موقع التواصل الاجتماعي يروجون لربما المقاطعة يروجون لأفكار لتمس بالمسال الانتخابي في الجزائر أولا بالنسبة لمراقبة يمكن نقول أن الإنسان يراقب نفسه إذا كان عنده وعي سياسي معين بأن لا يكسر حاجز الصمت الانتخابي أما الآليات فهي آليات مراقبة قبلية إن صح التعبير فيمكن إحصاء ورصد جميع الصفحات والمواقع الممولة لأنها ظاهرة من خلال عدد المشتركين فيها التي تتجاوز مليونيات والتي يكون عندها تأثير واسع على مستوى نطاقة واسع من المجتمع الجزائري هذه الصفحات يمكن قبل العملية الانتخابية تقديم توجيهات لهم بعدم كسر الصمت الانتخابي وإن لم يكن هناك آليات رادعة لأنه يقدر يتحدث على أنه مواطن عادي هو رغم مسؤول على الصفحة وصفحة تنشر ومواطن نشر أي شيء يتعلق بالحملة الانتخابية أما النقطة الثانية التي تحدثت عليها وهي نقطة الترويج للمقاطعة المقاطعة وإن مثلت موقف سياسي إلى أن الترويج لها لا يعبر عن موقف سياسي إيجابي إن صح التعبير بل هو موقف سياسي سلبي من شأنه تأثير على الصير الحسن للعملية الانتخابية وهذا يجب أن يعاقب عليه القانون لأنه شأن مختلف الخلقات التي تمارس يوم الانتخاب أو الأيام التي تسبق الانتخاب المراد منها هو تعطيل العملية الانتخابية وتعطيل العملية الانتخابية له الأثر السلبي على مستقبل العملية الديمقراطية في البلاد نعم طيب هناك نقطة مهمة أخرى سيد محمد حمدوش وهي أن هناك عقوبات تصل إلى عشرين سنة سجن وغرامات مالية يعني متبينة ضد كل من يعكر أجواء يوم الاقتراع سواء بتخويف الناس محاولة تأثير على أراءهم محاولة ربما الوقوف أمام مراكز الاقتراع ومحاولة ربما التأثير على بعض الأشخاص ومن أجل تغيير موقفهم يعني من انتخاب على مرشح على حساب مرشح هناك عقوبات يعني حددها المشرع الجزائري على غرار كسر صناديق الاقتراع حمل السلاح إلى مراكز الاقتراع تهديد الناخبين التأثير عليهم وغيرهم أولاً هذه الأفعال تذكرني بوقت ما ظنس تقوم بإضراب في أماكن عمومية الإضراب يكون عن طريق غلق الأبواب أو المقر غلق الباب أو المقر هو عبارة عن منع مواطن من ممارسة حقه سواء كان هذا الحق دراسة أو هذا الحق حق التواصل مع إدارة معينة فأنت تمنع المواطن من حقه وباعتبار أن الانتخاب حق فعملية عرقلة العملية الانتخابية هو حق وواجب أيضاً نعم نتحدثك على أساس أنه حق لأن التهمة أو الجريمة متعلقة بالمساس بحق عندما تحرم مواطن من الإدلاء بصوته وكأنك تفرض نفسك وصياً عليه أنت تنتهك حق من حقوق الإنسان وهذا يوجب العقاب لأن هذه العملية لو انتشرت لصار هؤلاء دعاة المقاطعة أو الصياء على الشعب برمته يفعلون ما يشاءون يعني يعطلوا العملية الانتخابية يتوقف المصاري الانتخابي لمجرد أهواء معينة أو رغبات معينة وأغلب الرغبات غالباً ما تكون تعمل في إطار أجندة لأشخاص لهم مصلحة في أن يتوقف المصاري الانتخابي في الجزائر لأن هناك ظروف دولية محيطة بالجزائر تستلزم أن تكون لجزائر قيادة سياسية شرعية هذه ما تسعى بعض الأطراف من خلال الدعوة إلى المقاطعة والترويج لها لكي تقع الجزائر في مأسقة القيادة السياسية التي لا تعبر عن رأيها الأغلبية أو تعطيها للمصاري الانتخابي فلا تكون هناك قيادة سياسية عن طريق عملية انتخابية لذا أنا مع المشرع في تجريمه لهذا الفعل وتشديده العقوبة أما عن عقوبة حمل السلاح أو تهديد المواطنين هي عقوبتين نعم فهذه في حد ذاتها تهديد أي مواطن يعتبر جريمة سواء في الانتخاب أو في غير الانتخاب فما بالك وأنت تهدد مواطن بإن أدل بصوته تعتبر جريمة أو جريمة مضاعفة إن صحة تعبير الجريمة الأولى متعلقة بالتهديد والتي يعاقب عليها القانون الجزائري والجريمة الثانية هي تعطيها المصاري الانتخابي نعم طيب هناك بعض المظاهر التي تنتشر خلال هذه المناسبات الوطنية كالانتخابات سواء تشريعية البلدية وحتى الرئاسية أنه يعني أمام مراكز الاختراع نلاحظ ونلمح بعض الأشخاص اللي ربما يتقربوا من بعض الشيوخ والعجائز يسلموا لهم ربما صور مترشحين ويطلبوا منهم أنه يصوتوا لهذا على حساب هذا وأنك الرسائل نصية ترسل لبعض الأشخاص وغيره هذه المظاهر كيف يمكن محاربتها في هذا الظرف بالذات وين الجزائر تمر بمرحلة حساسة وانتخاب الرئيس يعني من طرف الشعب الجزائري يعتبر خطوة يعني تعبر على سيادة الدولة وحق يعني الشعب الجزائري في اختيار رئيس الأنسب نحن نتحدث عن مرحلة حساسة لاختيار القيادة السياسية للجزائر والمشكلة أو الأزمة الحقيقية للفعل الذي تحدثت عنه هو طبيعة الوعي والثقافة السياسية لدى بعض الذين يمارسون السياسة في الجزائر إذا كان القانون يعاقب على هذا التصرف هو شيء طبيعي أنه يمنع عليك الاقتراب والترويج لأي مترشح في مرحلة الصمت خاصة يوم الافتراب لكن الإشكالية كم سيكون عدد الموقوفين خاصة في الانتخابات المحلية والشريعية سيكون أغلب المترشحين في الانتخابات المحلية والشريعية أغلب المؤطرين تالعملية الانتخابية موقوفين إذا قمنا بهذه العملية لذلك من جانب اجتماعي ومن جانب الاستقرار تتغذى السلطات عن هذه العملية لكن يجب محاربتها بشيء آخر وليس بأليات قانونية هو رفع مستوى الوعي السياسي لدى المواطن وحتى بعض من يروا أنفسهم أنهم لخبة أو زبدة المجتمع لأنه بهذا السلوك يعبر على أنه لا يحترم هذا المواطن المواطن الذي قدم للإدلاء بصوته بعد صمت انتخابي قد اختار من اختار تأتي تقدم له ورقة توصيه بكذا سيد حمدوش حتى في الجانب بتاع مشاركة الكتلة الصامتة ينصح القول اللي يرى يتقدر بالملايين ربما يتغذون عن كونه يمكنه المشاركة في الانتخابات ويقدم ربما ورقة بيضاء حتى تقديم ورقة بيضاء هو موقف سياسي وهو اختيار بالنسبة له لماذا تفضل هذه الكتلة أنه لا تشارك وربما لا تبدي أي رأي معضلة تدني المشاركة السياسية هي مشكلة عالمية وليست مشكلة الجزائر أو مشكلة دولة دون دولة أخرى وهذا راجع لأنه نعود ونجع إلى الثقافة السائدة الآن الثقافة السائدة يغلب عليها الطابع البراغماتي المصلحي لدى الشعوب إن صح التعبير فيرى أنه لا علاقة بين مصلحته وهذه الانتخابات أو انتخابات أخرى لذا يرى أن الأمر لا يعنيه وأغلب الانتخابات السابقة كانت النسبة متدنية ليس من باب المقاطعة ليس من باب المقاطعة لأنه لو هذا المقاطع عن طريق الصمت يعرف أن هناك لبيات وجماعات تحسبه على نفسها لمقاطعة عندما يدرك المواطن أنه هناك أطرف تستغل هذه الكتلة على حساب أنه هي من طمعتها هم دعاة المقاطعة دعاة المقاطعة يروجون وكأنهم نجحوا بنسبة مثلا لنفرض أنها 35% ف35% التي قاطعت بإدراك أو بدون إدراك 75% تقصد نحن نتمنى أن تكون 35% مقاطعة نعم لذا قلت 35% ولم أقول 75% نعم نتمنى قلت إذا كان هذه 35% مقاطعة يعتبرها هذا التيار المقاطعة سواء كان منضوي تحت لواء حزب سياسي معتمد أو يقوم بالأعمال لأجندة في الخارج نعم أو أي شخص من هذا فإنه يروج لأنه يروج بأن هذه الفئة المقاطعين هم صامتة هي كتلته الشعبية نعم هي كتلته الشعبية أو أنها وعاءه الانتخابي لو أن هناك انتخابات ديمقراطية كما يدعي نعم نعم طيب سيد محمد حمدوش كيف يمكن ربما في الأخير ما هي النصائح والأولويات التي يجب على أي مواطن جزائري وهو يمارس حقه في المواطنة والحق في الانتخاب يعتبر من أجل يعني عبارات المواطنة صح القول كيف يمكن القول له وإقناعه بضرورة أنه يجب أن يبدي صوته كما يشاء يعني بالطريقة التي يختارها أول شيء لابد أن يدرك المواطن أنه إذا سهى عن اختياره نعم فهناك من سيختار له نعم لأن العملية لن تتوقف بنسبة معينة من المشاركة نعم يعني تركك المكان فارغ هو تعبير عي فيجب أن لا تجعل نفسك ذلك لا شيء أو ذلك الصفر الذي لا يحتسب أنا مواطن إذن أنا أدلي بصوتي ولو كان صوتي مقاطعة جميع المترشحين أنتخب بالورقة البيضاء ولا أترك مكاني شاغرا لأحسبها أو يحسبني شخص في المهجر أو في الخارج أنني من أنصاره وأنني من دعاة المقاطعة أعتقد أن العملية لن تكلف أي مواطن مجرد نسبة ساعة على أكثر تقدير وهي مدة شرب في جان قهوة وعندما نتحدث عن البرامج البرامج كانت ثارية نتمنى أن المترشح القادم يحقق نسب عالية من البرنامج المقترح ونتوسم أنه في الخمس سنوات القادمة سيكون هناك تغييرات في الجزائر إلى الجانب الإيجابي ونقطة يجب أن يعرفها المواطن أن هذه الانتخابات التي يهملها كصامت يراها ناس في الخارج أنها انتخابات حساسة في منطقة حساسة من العالم نتائجها سيكون لها تأثيرات إيجابية وسلبية على بؤر توتر في هذه المنطقة يجب أن ندرك أيضا أنه من الضرورة أن تؤدي العملية الانتخابية إلى رئيس يقود البلاد ليضمن استمرارية بواقف الجزائر في المرحلة القادمة خاصة فيما يخص أزمات دول الجوار كليبيا المهددة بالتقسيم كأمالي المهددة بالتقسيم وربما ستكون دول أخرى مستهدفة في المستقبل وهذا ما لا نتمنى نعم نرجو ذلك سيد محمد حمدوش أستاذ العلم السياسية والعلاقة الدولية بجامعة الجزائر الاثنين شكرا لك على كل ما قدمته خلال هذا الموعد الإخباري